ريدمينو الثمانية ريدمينو الثمانية برو ريدمينو الثمانية تي هدول هياخده الواجهة 13 والتحديث 13 والتحديثات الجديدة فيه تحديثات جديدة محسنة ووصلت لبعض أجهزة خليني يشوف في هذا الفيديو هذا الكلام كله لا تنسى الدعم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يا حبيب وتكون مننا قريب وخليني نروح للفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندة من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين من خلال هذا الفيديو بدنا نشوف اللي هو بعض التحديثات الخفيفة ونيجي نتطرق لجهاز ريدمينو الثمانية الجهاز اللي هيوخد هو الريدمينو الثمانية تي والريدمينو الثمانية إبرو هيوخده التحديث ام آي وآي 13 وهذا إبشارة حلوة وخبر طازة يا سمك يا مفرفر في الشباك في عنا بعض التحديثات وصلت المي إليفن إكس اللي هو البوكو أف تري هذا بيجي النسخ هندي أجاله التحديث إليه جديد اللي هو 12.5.7 والأوتي 12.5.5 الريدمينو الثمانية 2021 تلقى النسخة الأوروبية 12.5.7 والأوتي 12.5.5 ونسخة للجميع مش للمسجلين المي نوتينو الثمانية أخد التحديث اللي هو طبعا المحسن 12.5.4 من إصدار الروسي المي الشاومي 11 لايت 5G NE الأوروبية أخد تحديث 12.5.8 والأوتي 12.5.7 الريدمي نوت 10S هذا الجهاز الجهاز أخد اللي هو النسخة اللي هو الهندية 12.5.11 البوكو أم فور برو 5G هذا أخد التايواني منه 12.5.1 أول تحديث 12.5 بيصل له لهذا وهو ريكافر روم فقط شاومي سيفي هذا الجهاز النسخة صينية فقط أجاله التحديث 12.5.9 أوتي اي بيكون على 12.5.8 الريدمي كي 30S ألترا الصيني 12.5.8 والأوتي اي 12.5.7 وفي عنا تحديث جديد أول أندرويد 12 بنسخة اللي هو مستقرة الآن وصل للمسجلين لجهاز المي 11 النسخة العالمية أندرويد 12 على وجهة 12.5.8 فكل واحد مع جهاز مي 11 أجاله أندرويد 12 بيقدر الآن يحصل عليه إذا كان من المي بايلوت للمسجلين خلال أيام بينزل الجميع وإن شاء الله آخر الشهر يتدمي الإعلان عن الواجهة 13 مع أجهزة شاومي 12 الجديدة وهو هذا زي ما أنتم شايفين اللي هو التحديث 12.5 على الأندرويد 11 لجهاز المي 11 وهذا تحديث اللي هو المي 11 اللي هو أندرويد 12 على وجهة 12.5.8 المحسنة الفيديو اللي أنا عملته اللي هو تفعيل 90 إطار لهواتف شاومي كلها بوك وشاومي ريدمي هذا التفعيل 90 لمين؟ للناس اللي عندها 60 و120 يعني اللي عنده أكتر من 60 يعني مثلا الأجهزة اللي ترددها 60 ما فيش عندك لو بحثت عن كلمة في العرض معدل التردد مش موجود الرفريش ريت لأنه هو تردده 60 ما بيدعم أكتر من 60 فبالتالي هذا الفيديو فقط للناس اللي عندهم 60 و120 بيقدر يحط 90 لأنه فيش فيه 90 احنا بنجبر الجهاز أنه يعطيك 90 علشان يخفف من اللي هو استهلاك الطاقة يخفف من اللي هو أنه يضيك 120 ويكون كتير للطاقة ويكون يعني سلاسة كمان أفضل من 60 الميتين لايت التايواني تحديث جديد 12.5.6 على الأندرويد 11 اللي هو النسخة التايوانية ركبر الروم والأوتي إي 12.5.4 والمفاجأة الكبرى اللي الآن في الفيديو ريدمينو 9S حصل على التحديث محسن الآن وصل التحديث للمسجلين وأنا زي ما حكيت لكم خلال هذا الشهر هيكون عندنا ريدمينو 9S وال9 برو التسع أس العالمي وصل التحديث المحسن على رقم 12.5.2 للمسجلين للمسجل أجال والتحديث القائمة ما في مشكلة الآن ده التحديث 12.5.2 وعلى الأوتي 12.5.1 هاي الروابط على اللي هو القناة موجودات تقدر تنزلهم إذا انت ما وصل الكاشي التحديث وكنت من المسجلين ريدمينو 9 برو هيصل له إن شاء الله ريدمينو 9 برو وصل إليه التحديث كمان المحسن للنسخة الأوروبية لكن النسخة العالمية إن شاء الله إذا وصلت النسخة الأوروبية وصل التسع أس هي العالم وصل فيعني خبر حلو كتير كتير وأنا مبسوط كتير كتير إنه هذا الخبر وصل الآن وأنا بعد في الفيديو إذا المتبقى علينا إنه نشوف إحنا ريدمينو 8 برو يصل له المحسن مع اللي هو الأندرويد اللي هو أصلا على أندرويد 1 ولكن وصل للنسخة السابقة ملاحظين إنه وصل بدون توسيع ذاكرة إن شاء الله شو كيف العالم يصل الأجهزة المتبقية يبلش إن شاء الله بس اليوم الشركة ما بتنزل تحديثات كتير علشان في عنا واجد 13 وأندرويد 12 الجديدة مشغولة فيها فلذلك أوقفت التحديثات التجربية كمان بخصوص هذا الموضوع علشان اللي هو التحديثات الكبرى اللي جاي في الطريق إذن خلينا الآن نشوف موضوع الريدمينو 8 والريدمينو 8 برو والريدمينو 8 تي هذول الأجهزة هيحصلوا اللي هم هذه الأجهزة أجهزة 2019 حصلوا الآن على المحسن طبعا في منهم حصل أو في منهم ما حصل يعني هيحصل على المحسن ولكن أندرويد اللي هو الام ايو ايو اي 13 كان أو كنا نقول غير مؤكد غير مؤكد الآن تم تأكيد اللي هو هذا الجهاز يطلقى اللي هو واجهة 13 وبدنا نشوف إيش التفاصيل طلع معيها التفاصيل بتقول كالتالي حصل الريدمينو 8 على تحديث تجريبي داخلي داخل تجريب طالما تجريبي داخلي الأمور لوز لوز يعني هيصل للجميع يعني هيصل إلا كلنا استنادا إلى ام ايو اي عشرة الجهاز بيقول لك كان على ام ايو اي عشرة وأصبع الام ايو اي احدعش وهي أخذ اطناعش وأخذ 13 فبافتخروا أنه هذا الجهاز أخذ كل هذه الأمور لسه هو 2019 لسه عمره سنتين يعني تسعة عشرين وعلى عشرين السنة التالتة داخل لسه مخشي صف اول وطلقى اندرويد تسعة هو كان على تسعة طبعا واجه عشرة وهي واجه احدى عشر هو مش هياخذ اطناعش عشان يكون عنك علم خلينا نشوف في نسخة بيتا في اللي هو اه اللي وصدرت والمهم ترقق وما علينا هذا الامور كلها عارفينها انه هذا الجهاز وفي عندنا كمان جهاز اللي هو الميكس فولد هذا الجهاز يعني مش هياخذ اللي هو واجهة تلاتة عشر ويعني هو بقول لك مش هياخده لسه خلينا نتأكد من هذا الموضوع ففي عندنا الصورة هادي اللي انتو شايفينها امامكو اللي هو الطايب الروم اللي هو الروم اللي عليه ديفايز اللي هو اسم الريدمي نوت تمانية الاسم الكودي اللي حكينا عنه المرة الفاتح اللي هو جينكو جينكو او اشتهيك هذا اللي هو الرمز او لا مش رمز الاسم الكودي تمام نيم هذا اسمه اللي هو بي على البيس يعني الاندرويد نظام التشغيل تابعه 11 والفيرجن 13 مبروك 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 اذا هيو هيحصل عواجة 13 مع الاندرويد مش 12 11 زي ما حكيتلكو قبل هيك انه في اجهزة تحصل على واجهة 13 على اندرويد 11 وفي منها تحصل عواجة 13 على اندرويد ايش 12 بيقوللك انه هذا التحديث البيتا احنا مش نقدر نصاله الان ولكن هو موجود هذا التحديث البيتا واخنا مش نقدر نصله لكن يعني طالما انه موجود الامور بتبشر خير والامور لوز لوز انه هذا الجهاز هيحصل على واجد 13. لذا بتتذكروا الريد مي نوت 7 حصل على ايش? حصل على واجد 12 ونصف وايش? حصل على اللي هو كان على اندرويد 10. فهذا طبيعي جدا انه ياخد 13 على اندرويد 11 والريد مي نوت 8 برو نفس الاشي هياخد واجد 13 على اندرويد اللي هو 11 والريد مي نوت 8T نفس الاشي. التماني تي لسه ما جوشه ما حصل لكن ان شاء الله هيصله. لكن ما في موعد بتزبط انه وقت ايش بيصل. بقول لك بس نسبة لتاريخ الحصول على التحديث 13 اللي هو سلسلة الريد مي نوت 8. طبعا انا بحكي على 2019. 2021 هيحصل على واجد 13 مع اندرويد 12. في بقول لك هذا هيحصل في الربع الثالث من العام القادم. ايش الربع الثالث? يعني الربع الاول عن شهر ثلاثة. الربع الثاني عن شهر ستة. اللي هو بعد شهر ستة من السنة القادمة هياخد واجد 13. فيعني اللي مع ريد مي نوت 8 يحط راس وينام ما يستناش 13 الآن. خليه لانه هيبدو ايش? هيبدو في الاندرويد اللي هو اتناعش هيبدو فيه. واجلسة الفلاكشيب في الاول بعدين يبينزو له تحت. لكن هيبدو اللي معهم اندرويد 12. واذا كان التحديث جاهز هيبعدو ولكن هيكون متأخر شوي. اذا ملخص الكلام. ملخص الكلام. ملخص الكلام. الريد مي نوت 8 و 8 برو والتمانيتي هيوح يخدو واجد 13 على الاندرويد 11. الميكس فولد مش اكيد هيوخد واجد 13. مش اكيد انه هيوخد واجد 13. الريد من هو التسعة اس العالمي الان هيوصل للمحسن للمسجلين. والتسعة برو الاوروبي يوصل اللي هو المحسن. لمين؟ لجميع الان موجود. 12.5.7. 12.5.6 هذا اللي هو التسعة برو اللي هو النسخة الاوروبية. حصل على هذا التحديث. والتسعة برو العالمية هيحصل ان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة. والتمانية برو خلال الايام القليلة القادمة. زي ما حكيت لكم قبل هيك في الفيديو. وننتظر التحديثات. والريد من تسعة تي فيش اخبار عنه جديدة ليش. لانه تقول لك اذا انت بدك تنزل التحديث ومستعجل عليه نزله يدوي. عن طريق اللي هو الفاست بوت. فتح البوت لودر وتنزله عن طريق الجهاز الحاسوب. وبتنزله. تقدر تنزله. لكن ما يصلك هواء لانه هم مواقفين التحديثات الهوائية. الانتقال من اندرويد 10 الى اندرويد 11. علشان في عنده مشكلة بحلو فيها. فان شاء الله خلال الاعام القادم سوف تنحل المشكلة. لانه صارت قبل هيك. مش اول مرة تصير انه ايقاف التحديثات. علشان بقول لك انا بحمل مستخدم تبعي. لانه عنده مشكلة بتصير في الواتس اوب على كلامهم هم طبعا. ان شاء الله كونوا استفدتم من خلال هذا الفيديو. نلتقى في فيديو جديد عن الاخبار الحصرية والاخبار الجديدة بخصوص التحديثات. وما يلي هذه التحديثات. اتمنى ان شاء الله نشوفكم على خير. نلتقى في فيديو جديد. لا تنصدقت على زر الاعجاب. والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركات وبركاته.